التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي محافظة البنك المركزي حسن عبدالله لاستعراض عدد من الملفات الاقتصادية تناول اللقاء استعراض المحاور التي سيتم مناقشتها وترحوها خلال انعقاد المؤتمر الاقتصادية الذي كلف الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكومة بالإعداد له بحيث يتم خلال جلساته مناقشة المقترحات والرؤى التي من شأنها دعم مختلف قطاعات الاقتصاد المصري وسبل مواجهة التحديات الحالية وخلال اللقاء قال رئيس الوزراء انه يجرى لاستعداد من انعقاد المؤتمر والتنسيق والتعاون بين مختلف الجهات المعنية للوصول الى اجندة فعاليات تتضمن العديد من الموضوعات والملفات ذات الاهمية للاقتصاد المصري وما يتعلق بالصناعة والتصدير وفرص لاستثمار المتاحة وكذا المقاومات والامكانات الموجودة على ارض مصر بما يجعلها قبلة للمستثمرين خلال هذه المرحلة هذا وقد تناول اللقاء اهم المؤشرات الخاصة بالسياسة النقدية ومتابعة ما يتم اتخاذه من اجراءات وقرارات في اطار التعامل مع الموقف الاقتصادي في ظل الازمات العالمية الحالية وذلك بما يحقق التكامل والتنسيق التام في السياسات المالية والنقدية بين الحكومة والبنك المركزي كما تناول اللقاء اخر المستجدات المتعلقة بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي ونقاط التقدم المحرزة وصولا للاتفاق النهائي مع الصندوق